في بعضها اللي لا يلقى أي نصيب من الالتفات وفي بعضها اللي بيتم الالتفات ليه زي دي كده فيتكتب على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من الآخر كده الحق في أخبار إن هم هيبيعوا الموانئ يقول بلك الحق ده في أخبار في أخبار من مين ما تقول لنا المصدر طيب يعني مطلق الشائعة ده لو هو بيقولها لك في إطار الخبر مثلا وحضرتك مستعد تتبنى الفكرة إذا مستعد يعني طب مش تعرف المصدر إيه طب هو ليه ما بيكتبلكش مصدر عشان هي شائعة عشان هو أي كلام في الأي كلام كلاموزية يعني طيب فييجي المركز الإعلامي المجلس الوزراء يقول لأ وحصل يحصل تواصل مع وزارة النقل فالوزارة تقول لأ ما فيش أي كلام من ده يا جماعة لا صحة خد بالك بقى مطلقا مطلقا هنا يعني إيه الخط على امتداده لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية كلمة جهات أجنبية يعني ولا أي حد ولا الأشقاء تاني لأجانب من اللي شعروه مصفر ولا أشقاءنا اللي شبهنا قال وكده ما فيش بيع على بلاطة هو ما فيش بيع استريحنا تاني ما فيش بيع هدينا نهدى بقى ونقول هدينا بتشدد وزارة النقل على إيه؟ على إنه الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وإن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية بتتم بأدين استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية زي إيه؟ المعدات الحديثة والتكنولوجيا المعلومات نظام الإدارة والتشغيل الحاجات اللي إحنا ما كناش زمانشو اضطر فيها فأعمل إيه؟ أجيب بعض الخبرات يقول لنا نعمل حاجات دي إزاي والله المعدة دي إحنا ما بنصنعهاش فهنضطر نشتريها من بره والله السوفتوير ده مش من عندنا فهنضطر نجيبه من بره كل ده بيحصل ليه طيب ويتم الاستعانة في بعض الأحوال بمشغلين متخصصين فنجزب الخطوط الملاحية لتوطين الأعمال في مصر فاكريني الأسبوع اللي فات لما تكلمنا إنه مثلا على سبيل مثال وده بعيد هنا عن المواني هو شركة مرسك واحدة من أكبر هي مش من أكبر هي أكبر خطوط ملاحية وشركات نقل بحري على مستوى العالم جاية مصر تعمل إيه؟ جاية مصر علشان تشتغل على إنتاج هيدروجين نظيف صديق أسف طيب وقود نظيف صديق للبيئة لتموين السفن فين؟ في مصر فهمت؟ طيب والمشاركة أيضا في مجال الإدارة مشاركات تاني إيه التشغيل في بعض خد بالك بقى من كلمة بعض والتبعيد واجب مش فيه كل فيه بعض المحطات بالمواني ولمدة محددة طيب بيحصل إيه في المدة المحددة دي؟ أشرح لك اللي بيحصل إنه افترضنا مثلا إن إحنا هنجيب شركة يوسف لإدارة مش عارف محطات الشحن والتفريغ بميناء كذا كذا فييجي يوسف هيقولك طبعنا هنا بقى لازم هجيب المعدات دي وهجيب كذا وهعمل أجهز بالطريقة الفلانية وفيه مش عارف وسائل تكنولوجية جديدة وأبدأ أشتغل عشان الميناء دي أو المحطة دي اللي جوه الميناء دي تجيب لي فلوس طيب بين يوم ما بين شركة يوسف عقد طيب خلص العقد بعد ما يخلص بقى يا زي ما هيطلع أوكي احنا قلنا هنا لمدة محددة في عقود وأنا باخد فلوسي من شركة يوسف ماشي خلصت المدة يقولك آه يبقى كده بقى يوسف هيشيل كل الحاجات اللي اشتريها وياخدها ويمشي لا لا هيسيبها هو ده العقد يبقى لمدة محددة يحصل إيه كل البنية الفوقية ما هو البنية التحتية دي فش حد بياخد الكابلات ويروح ده بتاعتنا احنا اللي عاملينها أصلا البنية الفوقية دي اللي بنستعين فيها أحيانا ببعض الناس فييجي يوسف يقولك نقوله خلاص كده شكرا تبقى للعقد امتساب كل حاجة فيبقى كل البنية الفوقية اللي وفرها المستثمر ده للدولة زي اللي بيحصل دلوقتي مثلا في مينة اسكندرية في مينة الدخيلة في ضميات سفاجة العين السخنة مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية بتاعتنا وكفة الأصول المنشئات الأرصفة المحطات المعدات الوحدات المتحركة كل ده يقول الدولة المصرية وليس للمشغل أي حقوق عليها طبقا للتعاقد طيب ده ليه أنا بجذب كده المزيد من المستثمر طيب يجي المستثمر يعني عابط عشان يعمل كده لأني ما فيهاش أي عابط ده شغل هو بيحسب حسبته وعمل العقد على هذا الموضوع هو التأخلاص عمل الحسبة بتاعته هو كسبان أنا كسبان السلام عليكم كل ده أنا بشتغل عليه عشان أجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير المواني المصرية ده بييجي في إطار تنفيذ خطة لتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري بالمناسبة يعني أنا معرفش حضراتكم تعرفوا إيه عن المواني اللي موجودة في بريطانيا بس هي كلها تقريبا دون استثناء واحد بتشتغل كده مثلا وطبعا من أشهرها المواني اللندنية الشهيرة ده على سبيل المثال يعني